بعد موجة من الانتقادات التي توجه الى المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانساني خصوصا خلال الايام الماضية التي عرفت تدخلات عنيفة من القوات العمومية في حق عدد من المتضامين مع حراك الريفي ناهيك عن ردود الفعل الغاضبة من نشر جهات ما الفيديو يظهر ناصر الزفزافي قائد حراك الريفي شبه عار خرج وزير الدولة عن صمته معتبر ان الدولة القامعة لحرية التجمهر تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية وقال المسؤول الحكومي في تدوين على حسابه بموقع فيسبوك ان حرية التجمهر ليست احدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشر حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية وفي المقابل يقول الرميد فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصنها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل انها كاي حرية ينظمها القانون وفي خضم الجدل القائم في المغرب حول احقية السلطات الامنية في قمع الوقفات من عدمها خصوصا اذا علمنا ان الفصل التسعة وعشرون من الدستور ينص على ان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي حق مضمون وينص في الفصل الاثنان وعشرون ايضا على انه لا يجوز المسب السلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص في اي ظرف ومن قبل اي جهات كانت خاصة او عام اوضح المسؤول الحكومي الذي بات يعبر عن مواقفه في الفضاء الازرق عوض البلاغات الرسمية ان حرية التجمهر لا تتطلب اي تصريح مسابق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي ولا يجوز منعها الا اذا كانت مسلحة كحمل العسي او الحجارة من قبل اشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم او احاطت به معطية تجعله مخلا بالامن العمومي كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعار التمس بشكل واضح ومباشر بالثوابت الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كانت جاوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكفة انواعه وزاد الرميد موضحا اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك ما يستوجب فضاء التجمهر وفق ما هو مقرر قانون في يلزم احترام الاجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح شرات وظيفته على توجيه امر للمتجمهرين بفضاء التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به واشار وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الى انه من واجب المحتجين الانصرافي بعد قيام ممثل القوات العمومية بالاجراءات المشعر اليها علىه وفي حالة الانتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الاحوال وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوات لفض التجمهر معتبر ان قمع المحتجين يجب ان يكون في الحدود الدنيا وليس الافراط في استعمال القوة واعتبر الرميدي وهو يقطر الشمع على وزارة الداخلية ان الاستعمال المفرط للقوة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح او العاها مستديمة وفي الوقت الذي اعتبرت فيه ولاية الرباط التدخل العنيف في حق الوقف النسائية المتضامنة مع المعتقل التي سيليا كان قانونيا ومبررا اكد الرميدي ان ذلك لم يكن قانونيا حين قال يعتبر اعتداء اقدام عن القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير وكان التدخل العنيف ضد الوقفة التي دعت اليها نساء مغربيات واقفة ضد الاعتقال السياسي بالرباط قد اثار جدلا حقوقيا وقانونيا خصوصا بعد اتهام المحتجين للسلطات بتعنيفهم وهو ما نفته ولا يجيها الرباط سل القناطر حيث اكدت انهو اثناء فض الوقفة قام بعض الاشخاص بالتظاهر بالاغماء والسقوط ارضا اشتركوا في القناة